في ظل النمو المتسارع للمدن وتعظم التحديات في الأنظمة المعقدة من الشبكات الاجتماعية والتكنولوجية التي تواجه المدن الذكية بات من الضروري العمل وبشكل مكثف من خلال إدارة المدن في سبيل التحول الذكي باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال سترفع من سوية الخبرات كوادرنا من جهة وأيضا هم سيستفيدوا من خبراتنا لليوم نحن تحولنا إلكترونيا بالمؤسسة مؤسسة أمانة عمان فبالتالي سيعم الفائدة على المؤسسات بشكل عام الخاصة والعامة كما بدأ العمل وبشكل جاد للمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول الأنجح للتعامل مع قضايا النقل والتي باتت المشكلة الأبرز والتحدي الأكبر للدول وخاصة الدول النامية في مواجهة مشكلة استخدام السيارات الخاصة أمانة عمان هي جزء من مشروع اسمه Create Mobility مشروع أوروبي باعتمد على التشبيك أيضا بيننا وبين الأوروبيين والدول المتقدمة في مجال التحرك في المدينة بدهم ينقلوننا معرفة بدهم يفرجوننا إيش الفرص المتاحة للأردن في إنا هي تحسن من موضوع التنقل في المدينة إحنا لقينا أنه الابروتش علشان نقدر ننتقل من المرحلة اللي احنا فيها بالنسبة للتنقل في المدينة المرحلة أفضل هو الحلول الذكية هذه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إشي كتير مهم إحنا أخذنا هذه الخطوة بعمل مذكر تفاهم بين أمانة عمان وجمعية إنتاج حتى تسفيد الأمان من خبرات الشركات المحلية هذه المؤتمرات هي مؤتمرات داعمة لهذا الفكر وبات المؤتمر ضرورة ملحف في ظل الأزمات المرورية التي بدأ الأردن يشهدها مؤخرا مع ازدياد أعداد السكان والهجرات المتلاحقة على الأردن حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد المركبات في الأردن تجاوز الستين بالمئة من عدد السائقين في حين تجاوز عدد رخص القيادة التي يتم إصدارها يوميا الخمسمائة رخصة كما سجل الأردن ازديادا كبيرا في عدد السكان خلال السنوات الخمس الأخيرة مع اندلاع الأزمة السورية الأمر الذي بات يخلق أزمات مرورية في الشوارع الأردنية دام الكردي قناة الغد عمان